يعطيكم العافية جميعا اليوم عقدت لجنة الاتصالات والإعلام جلستها لمناقشة العدوان الإسرائيلي على لبنان من خلال التجسس الذي كشف عن مزيد من تفاصيله في الأيام القليلة الماضية من خلال ما قدمه دولة الرئيس نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي وهذا العدوان المتمادي والذي سبق للجنة الإعلام والاتصالات الناقشته في العام 2010 واستمعت حينها إلى شروحات حول أبعاد هذا العدوان اليوم أخذ مناح جديدة ومخاطر جديدة من خلال تقنيات التي يعتمدها العدو أو زيادة الأبراج أو الاستباحة لكل قطاع الاتصالات سواء الهاتف الخلوي أو الثابت أو الانترنت أو ما شابه استمعت اللجنة إلى شرح مفصل من قبل لجنة وزارية شكلتها الحكومة في تموز 2013 وأعطيت مهلة لبضعة أشهر يعني مهلة محددة من أجل أن تضع دراسة كاملة حول هذا العدوان التجسسي الإسرائيلي على لبنان الزيادة كانت في عدد الأبراج والهوائيات التي يتم تركيبها كنا بالألفين وعشرة بحدود 21 برج اليوم هناك بحدود 39 برج هناك أيضا كما شرحت اللجنة بعض التجهيزات التي تسللت وتسربت إلى منطقة الحدود وإلى بعض المناطق اللبنانية وبعد الكشف عن هذا العدوان العدو الإسرائيلي سحب من حدود الخط الأزرق بعض هذه التجهيزات كما أبلغنا طبعا جرى شرح تفصيلي لن أدخل في تفاصيل هذا الشرح لأنه في أسرار للدولة وعلينا نحن كلبنانيين مسؤولين عن دولتنا أن نحافظ على أسرار هذه الدولة خصوصا عندما تكون في مواجهة عدوان إسرائيلي واتفقنا داخل اللجنة بالإجماع أن هذا عدوان على السيادة الوطنية على أمن اللبنانيين وهذا العدوان نجمع جميعا على ضرورة مواجهته بالوسائل وبالطرق كافة المتاحة أمامنا طبعا المخاطر كثيرة جدا وأنتوا تابعتونا لنا بحدود ساعتين كنا نستمع إلى بعض التفاصيل إلى أن وصلنا داخل اللجنة طلبنا من اللجنة المكلفة أن لا تشرح أكثر لأننا ننالهم في بعض الشروحات ليس من الضروري أن تقدم ونحن بنعرف بلدنا للأسف ما في سر يعني إذا بيكون في سر وطني يتعلق بأمن البلد يمكن بيصير في تسابق لكشف هذا السر وأن كان بالدول الأخرى يمنع كشف أسرار الدولة هذا موضوع خطر جدا وكل اللبنانيين لازم يعرفوا خطورته بيطال كل لبناني كل مواطن كل جهة كل فريق بيطالنا بأمننا وباقتصادنا وبحياتنا هذا نبهنا لألو بالألفين وعشرة وأطلقنا صرخة من هذا المنبر ودعونا إلى القيام بالخطوات طبعا في خطوات تم القيام فيها ولكن في خطوات كان لازم تستكمل ونحن اليوم عم ندعي إلى أن تستكمل هذه الخطوات في إجراءات رادعة هذه مسؤولية الجهات المختصة بالدولة وفي إجراءات سياسية اتفقنا مع وزير الخارجية عليها طبعا يعني أبسط الأمور صارت عنها هي الشكوي إلى مجلس الأمن صح ممكن حدا يقول الشكوي لا تردع لكن لابد من توثيق هذا العدوان الإسرائيلي وعم يتم تحت مضلة قرار دوله والسبعة عاش سفر واحد وتحت مضلة وجود اليونيفل لأنه أيضا القوات الدولية معنية بهذا الموضوع وهي عندها مسؤوليات لأنه هذا في خرق فاضح في منطقة الخط الأزرق لأنه ما بيصير يعني هم بدي أفتح ليلين لأقول ما بيصير أنه في دولة معادية بتوضع أبراج تنصت وتجسس وعدوان أمام مرأة العالم ومكشوف ومفضوح ونحن بنعرف أن الدول مظبوطة عم تتجسس عبعض بتعرف فضيحة التجسس الأمريكي لكن بهذا الشكل المفضوح والمكشوف على مرأة من اليونيفل من الأمم المتحدة من الجميع ويبقى هذا الأمر كل هذا الوقت هذا غير مقبول ومرفوض ولحنا للأسف لو عنا دولة قوية وقادرة وحاضرة وموجودة ومع أن كل هذه الخلافات السياسية اللي عم تضيع أمور كثير علينا ما كان عدونا بيتجرأ على مثل هذا الأمر وطبعا المسئولية هنا مسئولية الدولة اللبنانية كل الدولة اللبنانية بكل أجهزتها بكل جهتها فإذا هذا اللي اتفقنا عليه أنه يكون في عنا شكوي لمجلس الأمن مذكرة دولية للدول والجهات الدولية في الاتحاد الدولي للاتصالات العمل على طرد إسرائيل من الاتحاد الدولي للاتصالات سبق بالألفين وعشة وأدان الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية من خلال قطاع الاتصالات سواء بشبكات التجسس الأرضي يعني من خلال العملاء اللي زرعهم أو من خلال الأبراج وعلى كل حال ببعض المعطيات التي قدمت فيه دائما تقاطع ما بين العملاء على الأرض وما بين الأبراج اللي موجودة على الحدود فيه إجراءات تقنية وفنية طبعا هذه الاجهات المختصة اللجنة بدأت تكمل عملها عندها وقت بدأت قوم فيه اللجنة المكلفة من رئاسة مجلس الوزراء وخلال هذه الفترة حتى تنهي تأريرها كمان نحن حثينا الوزارات المعنية على تكثيف الجهد من أجل الحد من مخاطر هذا التجسس وليس صحيحا أننا في لبنان لا نستطيع أن نفعل شيء لا نستطيع أن نفعل الكثير الكثير ونستطيع أن نعطل وأن نمنع هذا العدوان على بلدنا على المستوى التقني تركنا هذا الأمر للجهات المختصة وقلنا هذا جزء من أسرار الدولة ونحن لازم نحافظ على أسرار الدولة لكن طلبنا كالجنة أن هذه الجهات المختصة تقوم بدورة وعندنا إمكانات وعندنا قدرات تقنية وقدرات فنية ونحن بلد مننا لازم نكون كما عبر أحد الوزراء أنه بلا سقف لا لازم يكون عندنا سقف وفي عندنا مظلة تقدر تحمي هذا البلد الدولة اللبنانية هلأ بعطي أسئلة بس لخلص الفكرة الدولة اللبنانية بتقدر وقلت تقنيا وفنيا في عندنا إمكانات في جهات مختصة خليها تقوم بهذا الأمر هلأ بجاوب على هذا الموضوع بالمخاطر اللي شرحت أمامنا في شيء له علاقة بالاتصال الكلام الهاتفي في شيء له علاقة بالرصد بالتعقب بالآليات بالأفراد بمساحة الانتشار لهذا التجسس الإسرائيلي وبالتالي هذا يشكل خطر أمني يعني في كتير ممكن من الأعمال العدوانية الأمنية الذي يقوم بها العدو يستفيد من هذا التجسس أيضا على المستوى الاقتصادي نشرح ما يتعلق بالمصارف بالسرية المصرفية بالدخول على شبكات العمل المصرفي وعلى الشركات وعلى المؤسسات التجارية وما شابه فإذا في شيء أمن أمني في شيء أمن اقتصادي في شيء أمن اجتماعي وما شابه على كل حال بالخلاصة نحن بنعتبر هذه قضية وطنية تمس الجميع وأنا بحب أقول أنه الكل ناقش من هذه الخلفية خلفية أن هذا عدوان الكل ضده والكل معني بمواجهته بمعزل برجع أقول عن الانقسامات السياسية الموجودة هذا اليوم حكيناه وأنا بتمنى من الجميع من الإعلام أيضا أولو دور أساسي وقد بدأنا بالجلسة يمكن طلب رئيس اللجنة المكلفة من قبل رئاسة مجلس وزراء طلب أن أن التليفونات إذا فينا نحطها خارجا أو نطفيها ليقول أنه في الخطورة إلى هذا الحد أنه أنا أريد أن أعرض معلومات أمنية حساسة لازم لا يكون فيه هاتف بقلب الجلسة حتى لا يتم التجسس على هذه المعلومات لأن هذا موضوع وطني موضوع أمني بطال الجميع شوفوا لأي درجة هذا الموضوع خطر بالبلد لا إذا كان هذا ليس جديدا لا يعني أن لا نتصدل وإذا كان فيه هلا بقول ليش اليوم وإذا كان فيه احتلال مثلا نعطي مثال إذا العدو الإسرائيلي يحتل تلالك فارشوبة ومزارع شبعة بنقول مرة وحدة أنه يحتل والله كل يوم لازم نذكر وإذا فيه حدا ما ذكر وكان فيه يعني إغفال لهذا الأمر نتيجة انشغالنا بخلافاتنا السياسية كل لبنانيين ونتيجة غياب الدولة ونتيجة هذا الوضع العدو عم يستبيح وعم يستفيد وعم يتسلل اللي صار أنه بلقاء الأربع النيابي دولة الرئيس وصلته معطيات من عمل وعرضها أمام النواب وقال بوضوح أنه نتيجة خلافاتنا بالبلد وانشغالاتنا لا يكون إحنا وين ولا يكون عدو الإسرائيلي وين طيب إذا فيه غياب ما أنه بنكمل بهذا الغياب ولا لا بلحظة معينة لازم كلنا معلاش ننتبه أنه فيه عدو جاثم على أرضنا وفي دولة لبنانية غائبة هذه مسئولية الدولة طيب نحن نقاشنا حتى هذا الموضوع أنه من الألفين وعشرة لليوم شو اللي صار أولا كمان لنعطي الناس حقوقها الجيش اللبناني يرصد بشكل دائم المتغيرات على الحدود ونتيجة هذا الرصد على مدى سنة أو سنة ونصف رفع طلب إلى مجلس الوزراء عبر وزارة الدفاع أنه فيه متغيرات عم تحصل على حدود من الألفين وعشرة إلى الألفين وثلتعش طبعا قبل ما تستئيل الحكومة والحكومة بادرت بمعزل أنه كان لازم تبادر قبل لازم كان تبادر قبل مش غضر بادرت باردت بأربعة سبعة 2013 إلى تشكيل لجنة مختصة مش بعد ثلاث سنين بعد ما شافت الوزارة الدفاع وقيادة الجيش في حركة تبدل على الحدود وانتو بتعرفوا هذا الموضوع ممكن اليوم نحن عم نحكي هيك يروحوا يزيدوا أبراج أو يشيلوا أبراج ما العدو دائما عم يعمل حركة على هذه الحدود فإذا في مواكب كان من الجهات المعنية هلأ بدنا نفعلها أكتر بدنا نكون فيه انتباه أكتر بدنا نكون فيه مطالبة أكتر نعم هذا مطلوب نحن بدكن أكتر من هيك طلبنا اليوم باللجنة أنه بهذه الفترة الفاصلة عن المهل المعطاة لللجنة المشكلة من رئاسة الحكومة طيب شو بتعملوا في معكم مثلا ست سبعة شهر نترك الموضوع مستباح ست سبعة شهر ولا لا لازم نقوم بإجراءات عملية نحن مطلبنا أنه لازم ينقام بإجراءات عملية شو هي ما بيقعد شغلتنا ولا لازم نقول شو هي لأنه للأسف وقت أن نحن عم نتعاطى بهذه الموضوعات بالسياسة الداخلية العدو يستفيد نحن لازم هذا الموضوع نخرجه من التفاصيل الداخلية ونتعاطى معه كقضية وطنية بمعزل مين ما قام بدوره أو مين قام بدوره مين أسر مين ما أسر آخر شيئة الدولة كلها معنية هلأ هون نحن عم نحكي كلجنة اتصالات مش كجهات سياسية كجهات سياسية بعطي موقفة بالمكان لازم أعطي فيه موقفة لكن وزارة الاتصالات أيضا طرع عليه هذا الموضوع وشرحت ما قامت به لأنه هي مسؤولية تتحصن قطاع الاتصالات وشرحت شؤامت بالخطوات التي قامت بها من أجل تحصين هذا القطاع ومنع العدو من التسلل إلىه وهي قدمت معطيات حول هذا التحصين لكن مش مطلوب هاي المعطيات كلنا نروح نحطها على الإعلام ويجي العدو الإسرائيلي بيأخذها وبيستفيد منها دائما هذا العدو يستفيد من هذه المناكفات السياسية أنه هاي المزارة محسوبة على فريق ومحسوبة مش محسوبة على فريق تاني بنصير بأننا نقوس أو نطلق النار على هاي الوزارة بعنوان أنه محسوبة على فريق لا لازم دائما نتعاطى مع هذا الموضوع بمسؤولية وطنية سيد شؤون أنها مسؤولية الدولة لكن هذا عدوان كامل وصاب أين دور المقاومة؟ أنا قلت أنه نحن عم نحكي اليوم كلجنة إعلام واتصالات كرئيس لجني بدي أعبر عن موقف اللجنة الدولة هي المعنية بالدرجة الأولى حتى المقاومة عبرت عن موقفها وقالت أنه هذا الملف في عهدة الدولة اللبنانية المنطقة تخضع لسلطة سلطة الدولة مع اليونيفل وبالتالي ما يجري على الحدود هو عدوان نحن جزء من هذه الدولة وبنى كل مكونات الدولة أن تقوم بواجباتها سواء السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية ونحن مطلبنا من الحكومة أن تقوم بدورة طريقة هي تفتش عن الطريقة نحن كلجني كمجلس نيابي علينا أن نراقب عمل الحكومة بحثها على القيام بمسؤوليتها بيتطلب هذا الأمر تعمل جلسة بيتطلب يتشاوروا مع بعض بيتطلب الطريقة المناسبة هن يتفقوا داخل الحكومة حتى لو كانت تصريف أعمال هذا حدث استثنائي هذا أمر طارئ صح له من 2013 طيب هلأ اكتشف أنه فيه هناك مزيء 2010 عفوا فيه مزيد من العدوان طيب كان فيه عدوان وهلأ تكرر أو زاد هذا العدوان ما لازم نتفرج علىه ونقول هذا كان بال2010 ليش ما تحركت الدولة هيا مسؤوليتها كان لازم تتحرك وقتها واليوم لازم تتحرك ساعة نايف يعني على ذكر المقاومة البعض يقول أنه حزب الله عنه شبكة اتصالات خاصة وبالتالي ما عم متأثر عليها هاي الشبكة لو لا حزب الله مأثر عليها كان من 2010 خلصة منها الشبكة وتحركوا أنه اليوم ثلاث سنين لو مأثر على الحزب بالمحال ممكن من أول سنة هذا دليل هذا دليل لا هذا دليل أنه نحن عم نتعاطى مع هذا الموضوع ليس من منطلق حزبي لأنه لو منطلق حزبي يمكن ما بيأثر على المقاومة كمقاومة مع أن العدو الإسرائيلي اللي نتذكر حاول أن يتجسس على شبكة اتصالات المقاومة ووضع الكثير من يعني عمل كثير من المحاولات وحاول يتجسس مشترك حدا للإسرائيل هذا أولا يدلل أنه هذا القطاع قديش حاوي وقدي مهم لكل اللبنانيين نحن لا نتعاطى معهم منطلق حزبي نتعاطى معهم منطلق وطني لأنه ما يتعرض له أي مواطن في لبنان أو أي مؤسسي كأنه نحن عم نتعرض له نحن جزء من هذا الشعب وجزء من هذا المجتمع بالمناسبة هون يعني الاستهداف للمؤسسات كل المؤسسات بالبلد المؤسسات الأمنية الجيش وقوى أمن وأمن عام وكل المؤسسات الموجودة واستهداف لكل القطاعات فهذا الموضوع ليس خاصا بجهة أو بحزب يعني حكيتوا عدي ثالث عمليات التجسس تغطي مناطق وحزبي صار للباروك والبقاع الشمالي صار في شرح بهذا الموضوع وطبعا عم يستكمل حتى نوصل لنتائج نهائية في تحديدات لحجم هذا الخرق العدواني الإسرائيلي سيد يوم بعض الصحف رمز من قناة الرابط بيني ثالث هذا الموضوع وتسألت أحقيقات المستورة بجريمة تغطيين رئيس نبيه بره شو تعليش هذا غير مربوط بأي ملف آخر هذا الموضوع بدأ من عند دولة الرئيس نبيه بره بمعطيات وسط تلقله وهو خارج أي إطار تفصيلي سياسي لبناني ولازم نتعاطى معه بهذا المستوى وهذه التحليلات والأقوال والمواقف بالحقيقة بتضيع علينا كتير بلبنان وبتخلي هذا العدو يتمادى أكتر بالوقت لمطلوب كل المواقف تتوحد على مواجهة العدو مفهوم الدولة مفهوم الوطن والمجتمع مهما كانت الخلافات بداخله عندما يتعرض لعدوان خارجي الدولة والوطن والشعب كلهم بواجهوا هذا العدوان الخارجي بيتوحدوا خلف قضية وطنية وبينسوا خلافاتهم لكن نحن للأسف بلبنان بلبنان دائما القضايا الوطنية الكبرى ندخلها في السواريب الصغيرة كان في مقاش بالجلسة اليوم 14 و8 اليوم كان في من 14 و8 كان في مقاش خلاف بهذا الجلال بقول لا ما كنا مختلفين على أن هذا عدوان على لبنان وعلى أن هذا العدوان يجب أن نتصدى له وإذا كان في عدم مواكبي لازم تتواكب أكتر وأن هذا موضوع وطني خارج الحسابات السياسية هذا كان موجود بقلب اللجني بختم إذا ما عاش فيه أسئلة بختم لأقول نحن من موقعنا في اللجنة ومن موقعنا السياسي كمان نحن ننتمي إلى جهة سياسية لكن أنا عم نحكي كلجنة إعلام واتصالات نتعاطى مع هذا الموضوع كقضي وطني بامتياز ويعنينا أن نحمي بلدنا وأن نصوم بلدنا وأن نحصنه في مواجهة هذه العدوانية الإسرائيلية ليس موضوعا لا خاصا ولا سياسيا ونضعه كله عند الدولة اللبنانية بكل أجهزاتها وندعو الجميع في لبنان قوى سياسية ومواطنين وجهات أن يضعوا الخلافات السياسية جانبا في هذه القضية في عنا أضايا كثيرة مختلفين عليه لكن هذه القضية لازم تكون خارج الخلافات وكلنا ندعم الجهات المختصة وبخاصة هذه اللجنة العمل ندعمها ونكون خلفها وأن نحافظ على أسرار وطننا وعلى أمن وطننا لأنه هذا يا لبنانيين يا زملاء يا صحفيين يا نواب هذا بيطال نكلنا بلد بلسقف بيظلوا مخلى على الأبواب بهذه الطريقة لكل عم يحاول يستبيحوا وشفنا الدول بالخارج ليش عرفوا فيه تجسس أمريكي شو عملوا شفنا الدول اللي بتحترم نفسها شو بتعمل خلينا نحن نكون أيضا محترمين أمام العالم في هذا الملف وفي كل القضايا الوطنية في مواجهة هذا العدو الإسرائيلي يعطيكم العافية وشكرا